مجزء لأهمية الأخبار يأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن قطاعه يولي أهمية بالغة لربط كل طراب الوطنية وخاصة المناطق الجنوبية بالغاز والكهرباء كما ثمن وزير الطاقة والمناجم خلال جلسة للإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني على مجهودات الدولة لتوصيل الكهرباء لكافة مناطق الوطن مشيراً إلى أن تكلفة إيصال الكهرباء للمناطق البعيدة تكلف الخزينة معدل 2 مليون دينار للمنزل الواحد قطاع الطاقة والمناجم أهمية قصوى لإيصال الكهرباء والغاز إلى كل المواطنين عبر التراب الوطني وخاصة بالمناطق الجنوب والهضاب العليا لإيصال الكهرباء فقط ما نتكلمش عن الغاز لأن تكلفها أعلى لكل منازل المناطق البعيدة تكلف الدولة في معدل منزل واحد 2 مليون دينار لإيصال الكهرباء إلى المناطق البعيدة كل هذا على عاتق الدولة أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني الطيب زيتوني أن هذه المرحلة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية مما يعزز معرفة القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني كما أضف لدى ترأسه اجتماعا مساء الخميس بمقر الوزارة خصصة لتناول تحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من عملية إحصاء الاقتصاد الوطني أضاف أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على الحوكمة الرشيدة أكد وزير النقل سعيد سعيود على ضرورة الصرامة في العمل وإعطاء العمال حقوقهم كما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية كما شدد لدى ترأسه مساء الخميس اجتماعا خصصا للاتلاع على وضعية المؤسسات المينائية وكذا المشاريع قيداء الإنجاز عبر كافة الموانئات التجارية وموانئ الصيد البحري وكذا موانئ النزهة على احترام الأجال المحددة في كافة المشاريع قيداء الإنجاز والعمل على تقليص مدة معالجتها السلعي والبضائعي والحاويات تدعمت جامعة المجاهد المتوفي محمد شريف مسعدية في سوق هراس بفضائي الطالب المبتكر وريادة الأعمال الذي أشرف على تدشينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري حيث دعى بداري الطلبة خلال زيارته إلى جامعة سوق هراس إلى ولوج عالم المقاولاتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والمحلي كما شدد الوزير على ضرورة توفير الوسائل والتكنولوجيا اللازمة لتدعم التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الحضوري وعن بعد نصب عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسم الحسني الخميس بشير بسعود بصفته مدير ديوان عميد الجامع وذكر الجامع في بيان أن مراسم التنصيب حضرها إطارات العمادة ومدير المؤسسات والهيئات التابعة للجامع وممثلو الأسلاك الأمنية ذات يصل بجامع الجزائر قضت محكمة فلاوسن بوهران بعقوبة عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق شخصين بسبب تورطهم في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية واسعة لاستهلاك حسب ما جاء في بيان صادر عن المحكمة وقد حجزت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران بتاريخ الخامس والعشرون نوفمبر الفين وأربعة وعشرين كمية من البني يقدر وزنها بألف وعشرون كيلو جرام وتم بتاريخ ثامن والعشرين نوفمبر الفين وأربعة وعشرين تقديم المعنيين أمام نيابة محكمة فلاوسن بهذا الخبر نختم الموجز أطيب المنى وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر